قام وفد المبادرة المتحدة للأديان في أمريكا بزيارة إلى الأردن ابتدأت بزيارة الأمانة العامة للمؤسسات التربوية المسيحية حيث كان في استقبالهم الأمين العام للأمانة الدكتور نبيل خرمان وأعضاء الهيئة الإدارية وقدم الدكتور خرمان للوفد الزائر نبذة عن الأمانة وأهدافها ونشاطاتها ثم توجه الوفد إلى مركز سيدة السلام وجالوا في أقسام المركز واستمعوا إلى شرح قدمه مدير المركز الأب شوقي بطريان حول الخدمات المجانية التي يقدمها مركز سيدة السلام لأبناء المجتمع الأردني من مختلف فئاته ثم انتقل الوفد إلى الجامعة الأمريكية في مادبة وكان في استقبالهم رئيس الجامعة الدكتور مأمون عكروش والمهندس مجد ديات واستمعوا هناك إلى محاضرة عن نشأة الجامعة والتخصصات التي تدرس فيها وتهدف زيارة الوفد الأمريكي للمملكة للوقوف على حالة الوئام التي تجمع أبناء الشعب الأردني الواحد من مسلمين ومسيحيين تشرفنا اليوم بزيارة الوفد من أمريكا URI United Religions Initiative جروب لاتحاد الأديان يجينا هنا في مركز سيدة السلام كأمانة مسيحية عامة في الأردن وبعد هذا المشوار رح نطلع على الجامعة الأمريكية في مادبة الهدف كان أن نورجيهم كيف التعايش المسيحي الإسلامي موجود في الأردن وفي مدارسنا الـ 54 مدرسة في الأمان المسيحية في الأردن زائد في مركز سيدة السلام اللي بيخدم الطلبة والأطفال اللي عندهم إعاقة مع خدمة الطلاب سواء مسيحيين أو مسلمين بدون مقابل مجانا وزائد الجامعة الأمريكية في مادبة كيف التعايش الديني بين الطلاب المسلمين والمسيحيين بالجامعة وبجميع مؤسساتنا اشتركوا في القناة